ماذا بعد مأساة إيران؟ دولياً الترقب سيد الموقف حيث يتابع المسؤولون على مختلف المستويات السياسية والديبلوماسية والعسكرية تطورات بتفاصيلها تحسباً لأي تداعيات محتملة على الأوضاع الداخلية الإيرانية وفي المحيط إقليمياً إسرائيل تتهيب الموقف خصوصاً في ضوء اتهامها من قبل البعض بالضلوع في الحادثة التي أتت بعد أسبوع قليلة من التصعيد الأكبر بينها وبين إيران إذر عملية اختيال عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني في القنصلية الإيرانية في دمشق والرد الإيراني المزلزل بالمسيرات الذي نقل واقع التوازن في المنطقة من حال إلى حال أما لبنانياً فأتضامن رسمي كامل وحداد لثلاثة أيام فيما الواقع الشعبي على حاله من الانقسام حول نتائج الحادثة ومدى تأثيرها على لبنان وبعيداً عن المسألة الإيرانية شكل سحب مفوضية اللاجئين كتابها الملتبس إلى وزارة الداخلية حول قضية النازحين السوريين عنوان الحدث السياسي المحلي اليوم والذي أتى بعد اجتماع جمع المفوضية مع وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب مطالباً بسحب الكتاب وفي غضون ذلك يواصل بعض الأفريقاء حفلة المزايدات الفارغة في ملف النزوح السوري فبعدما أمنوا له الغطاء السياسي الكامل على مدى سنوات منذ انجلاع الحرب في سوريا استفاقوا متأخرين وراحوا يستلحقون أنفسهم سياسياً بالمواقف العنترية والمسرحيات الأعلامية والسياسية فيما الناس يراقبون وهم متأكدون أن ما كتب قد كتب بعدما بلغنا مرحلة لم يعد ينفع معها الندم فكيف إذا كان الندم كاذباً ويهدف إلى تكرار الغش